السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة جدا هنعمل الزبادي كل سنة وحضراتكم طيبين احنا هيدخل علينا شهر رمضان بصوا الزبادي يعني مالهوش حل للصراحة بصوا عامل ازاي وشكله عامل ازاي بجد حاجة مالهاش حل فانا جيت النهاردة بقى عشان اوريكم طريقة عمل الزبادي المزبوطة ومتجربة كذا مرة ومضمونة واهم حاجة ان احنا نعمل الزبادي في البيت عندنا عشان خاطر طبعا الكورونا وانتو عارفين لازم نراعي حاجة زي كده لازم يكون الزبادي طبعا احنا عارفين في شهر رمضان احنا بنستخدم زبادي كتير جدا طبعا لازم عشان يكون فيه ترتيب ويكون الواحد ما يحسش بالعطش او كده فالزبادي بيكون حلو جدا في السهور فاحنا لازم نعمله في البيت وطبعا مش مكلف خالص في البيت انا هعمله معاكم النهاردة وبصوا الوش بتاعه عامل ازاي زبادي حلو جدا وبصوا انا قلبتلكوا الكباية كذا مرة عشان اواريكم ان هو فعلا ناجح والزبادي ده بجد حاجة نلهاش حل في طعمها حلو جدا 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 فانا النهاردة جاية اعمل معاكم الزبادي هنعمله بطريقة سهلة جدا وطريقة مضمونة واهم حاجة ان هي من البيت ومحدش يعني هقول ايه الزبادي اللي برا احنا مش ضمنينه فاحنا هنيجي نعمل الزبادي ده في البيت بكل خطواته بصوا منظر عامل ازاي طبعا عايز اقول لكم زبادي نجح بكل المقاييس يعني حلو جدا ومش مكلف وهنبدأ بقى هنعمل الزبادي النهاردة هقول لكم على كل خطواته وعلى كل التفاصيل بتاعته واحدة واحدة وهنشتغلها مع بعض من الالف لليا اول حاجة انا عايز اقول لكم بجد الزبادي برا الكباية صغيرة جدا ويعني لازم انت عشان مثلا يعني تقدمي اتحطي زبادي مثلا مش اقل مثلا العلبة ما بتكونش بتكفي فلازم يكون في زبادي كتير موجود عشان الكل يأكل زبادي في رمضان وكده وخاصة على الصحور فلازم يكون عندي كمية كافية انا لما عملت اللبن الزبادي الزبادي خد مني بالزبط هو كيلو اللبن عملي سبع كبيات كبار زي ما انتم ما شايفين كده بسم الله ان شاء الله يعني انا مش هايزا اقول لكم طعمه حكاية زي ما احنا ما شايفينه كده يعني بصوا عامل ازاي ملهوش حل للصراحة فانا عايزاكوا بس تجربوه وفي رمضان ان شاء الله طبعا هيكون موفر جدا لكم وغير طبعا ما احنا بنكون عاملينه في البيت وضمنين ان احنا نضافته ونضمنين كل حاجة ان احنا عاملينها بنفسنا بس الاول بقى كده يعني هنقول الطريقة وهنقول كل حاجة بالتفاصيل اول حاجة النهاردة انا عندي كيلو لبن غليا ويسايباه يبرد لحد ما بيبقى عامل زي دمعة العين كده اللي هو الدفايان بتاع الدمعة بتاع اللايين كده تحس ان هو دافي تستحمليه هنا هو طبعا ما عامل القشتة بتاعته انا مش هشيه القشتة بتاعته هسابه بالقشتة بتاعته كده وهقلبها حلو دي علبة زبادي لازم هنجيبها في الاول عشان دي هتبقى الخميرة بتاعت الزبادي اولا انا عايز اقول لكم علبة الزبادي الصغيرة دي يعني هي بحدود اتنين جين ونص حاجة زي كده فمش حاجة مكلفة يعني مع كيلو اللبن يعني هيعملك سبع كبيات دي حاجة كويسة جدا اول خطوة هنعملها ان احنا هنحط حلبة الزبادي وهنحط عليها حبة لبن من اللي احنا غليينه ده وهقلبها حلو جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات من الزبادي اللي احنا مشتريينه بدوبها جامد يعني بدوبها حلو قوي قوي وبعد كده هروح نزلة بيها على اللبن بتاعي وهبدأ ان انا قعد اقلب فيها كتير عشان تهطر كلها يعني الزبادي ده يندمج مع اللبن يعني يبقى كل اللبن فيه زبادي يعني اقعد اقلب فيه شوية اكتر كده فيه حد ممكن لو انتي عايزة تحطيه في الخلاط وتضربيه ضربتين في الخلاط مفيش مشكلة بس هي مش مستهلة خلاط يعني احنا ممكن نقلبه حلو قوي وندوب فيه القشطة اللي احنا اللي هي بتاع الوش بتاعه ونقلبه جامد عشان الزبادي اللي احنا حطينه احنا اساسا مدوبينه من الاول برا او مقلبينه حلو جدا برا فلازم لما نيجي نحطه بقى مش محتاج تقليب كتير لانه مش هيكتل جوا اللبن انا هنا عندي السبع كبايات دول فهبدأ ان انا هصب فيهم اللبن بتاعي اللي هو اللي انا مدوبة فيه الزبادي هرسهم كده وهحطهم في صنية طبعا فيه الجهاز بتاع عمل الزبادي يعني احنا هنعمله بقى ايه يعني حاجة في البيت من غير الجهاز بتاعي الزبادي ده بصوا بقى يعني انا هاملة للكبايات مانشي انتي لو حابة تحطي كبايات اكبر حابة تحطي كبايات اصغر براحسك بس هي انا حطة الكبايات دي مقاسها مظبوط وفي نفس الوقت يعني ممكن اي حد ياخدوا الكباية فعلا هتكفي ومش هيحتاج ان هو يكمل تاني يعني يدنديك كفيلا هي اللي ياكلها كويسة جدا يعني مظبوطة بالزبط الكمية بتاعتها مظبوطة انا هنا عملت السبع كبايات انا عندي غالية مية سخنة في الكتل وهحطها في اعرص صنية لحد ممكن توصل لنص الكباية انا عندي هنا الكبايات قعدتها يعني عريضة في يعني ممكن احط الكتل كامل مية بتاعته مش هيجرى حاجة يعني انا حطيت اقوص المية سخنة ازاي هحطها في الصنية زي ما احنا ما شايفين كده وطبعا اول حاجة قبل ما اشتغل هدفي الفرن بتاعتي هشغلها تكون دافية حلوة جدا واشغلها يعني اتأكد ان هي دفيت ده شرط ان الزبادي يطلع معي ناجح ان انا لازم اعمل الخطوة دي دلوقتي هجيب الفوتة بتاعتي وهغطي بيها الصنية زي ما احنا ما شايفين كده وعلى الفرن وهروح احطها في الفرن ما يقلش عن خمس ساعات خمس ساعات دي اقل حاجة وبعد كده لما هاخرجها من الفرن طبعا هتكون المية دافيت كباية الزبادي دي انا عايز اقول لكم على حاجة ان دي يعني انا جبتها المرة واحدة بس هنستخدمها المرة واحدة بس يعني هي ايها هتبقى الخميرة بتاعة الزبادي لأول مرة وبعد كده انا هاخد كباية من اللي انا عاملاه وهتبقى الخميرة بتاعة الزبادي فيما بعد اللي هنيجي نعمله بعد كده طبعا انا هاخده على الفرن دلوقتي وهحطه لمدة مثلا ما يقلش عن خمس ساعات ولو هانتي حابة تعملين من بالليل والصبح تغذية تحطيه في التلاجة يبقى كويس جدا بس لو انتي حابة مستعجلة خمس ساعات دي اقل يعني اقل ساعي يعني وقت ان احنا ممكن نسيبه في الفرن بتاعتي وطبعا زي ما انا ما قلت لكم الفرن لازم تكون دافية او ممكن سخنة بسيط بس مش سخنة جامد يعني هنحط فيها الزبادي وهنقفل عليها ويريك ما نفتحش عليها خالص لمدة بعد ما تعدي خمس ساعات دلوقتي انا هجيب بقى الزبادي بتاعي بعد ما برد زي ما احنا ما شايفينه كده طبعا الماية بردت وانا خرقته من الفرن بصوا ماسك نفسه برضو بصوا عامل ازاي مش سايب ولا اي حاجة لا يعني ماسك نفسه وحلو جدا طبعا هو لازم كده كده لازم يتحط في التلاجة هحطه في التلاجة لحد ما يسقع ويمسك نفسه برضو قوي عشان اضمن ان هو كده بقى يعني خد حقه في التلاجة وخد حقه في الفرن برضو بصوا هنا بقى بصوا انا مميلة لكم الكبيات اهي زي ما انتم ما شايفين والزبادي بجد طعمه حاجة تانية خالص ولازم يكون نوعية اللبن تكون كويسة عشان يديك نتيجة مضمونة بصوا انا عايز اقولكم ولا فيه مية نازلة منه ولا وقع ولا الدلق ولا اي حاجة وكمان الطعم بتاعه بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كده بجد طحفة ويكفي ان انت عاملا في البيت ويكفي ان بتأكلي ولادك وبتأكلي جوزك بتأكلي العيلة بتاعتك يعني بتأكليهم حاجة انت ضمنها وحاجة انت عاملاها بيدك في البيت وضمن من ضفتها فانا عايز اقول لكم والكبيه زي ما انا قلتلكوا في الاول اللي احنا مش هنجيب كباية تانية من الزبادي احنا هنستخدم الكباية واحدة اللي هي دي هنستخدمها مثلا هناخد واحدة منه هنعملها يعني خميرة لللي احنا هنعمله بعد كده وطبعا سبع كبيات بالحجم ده من الزبادي طبعا دي حاجة رائعة يعني وبعدين مش مكلفة خالص لما اعمل من كيلو اللبن سبع كبيات دي حاجة حلوة قوي وضمنا زي ما انا ما قلت النظافة بتاعتهم وضمنا كل حاجة ان انا عاملها في البيت وضمنا نظافته وضمنا طعمه كمان حلوة قوي انا عايزاكوا تجربوه وان شاء الله هتيعجبكوا جدا وفي رمضان يعني على الابواب كل سنة وانتوا طيبين هنستخدم الزبادي ده كتير جدا طبعا ما فيش حد ما بيحبش الزبادي وممكن كمان ان شاء الله هعمل لكم زبادي بالفراولة قريب بإذن الله للاطفال بقى اللي يحبوا طعم الفراولة نحاول نغير من طعم الزبادي شوية ومنه ان احنا نحط فواكه عليه ويبقى بالفواكه هم طبعا الاطفال بيحبوا الزبادي بالفواكه بيحبوا الحاجات دي حلوة قوي وطبعا انا عايزا اقول لكم الزبادي ده بندخله في كذا حاجة حلويات بندخله في معجنات بندخله في حاجات كثيرة جدا وطبعا احنا في رمضان بنعمل حاجات كثيرة جدا وبنحتاج فيها الزبادي يعني انا عايزا اقول لكم بجد الطريقة دي زي ما انتم ما شايفين مضمونة وحلوة وعملناها بكل خطواتها مع بعض مش ناقص اي حاجة خالص فيها كل التفاصيل وكل التكات بتاعته البسيطة انا قلتها لكم وعملناها مع بعض وعايزا اقول لكم بجد انتم لما هتستخدموا الزبادي وهدقوا بجد فيه فرق شاسع ما بينه وما بين الزبادي اللي بنجيبه من برا الطعم طبعا احلى بكتير بكتير بمراحل من اللي احنا بنشتريه من برا وادمن وحاجة نظيفة جدا وهتأكلي ولادك حاجة نظيفة عشان انتم عارفين اللهم معافينا الكورونا دلوقتي الواحد بيخاف اساسا يخرج برا البيت فما بالكم بقى حد عامل الزبادي برا فطبعا ده مش مضمون خالص فاحنا لازم على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجة في البيت لأولادنا تكون مضمونة وتكون نظيفة وتكون حاجة طبعا تكون احلى كمان من برا فانا عملت معاكم الزبادي اهو واللسانة وحضراتكم طيبين واي حاجة عايزينها اعملها ابعتولي كومنتات وتعليقاتكم وان شاء الله نعملها مع بعض وتطلع حلوة وتعجبكم واتمنى ان يكون الزبادي النهاردة عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة